كجثة هامدة جمدتها الحروب والظروف القاسية التي عاصرها العراق منذ زمن مستحقات مالية عراقية قدرت بأكثر من 87 مليار دولار في أكثر من 55 دولة بحسب دائرة استرداد الأموال في هيئة النزاهة ملف نفخ عنه الغبار السفير السويسري من خلال زيارته الأولى إلى العراق والتي كانت الأموال المجمدة من أهم نظامي زيارته يبدو أن دول العالم هي أحرص على أموال العراقيين من حكومتهم فمنذ أكثر من عشرة سنين ولا تزال الأموال المجمدة غير معروفة عقارات، أسهم، وحسابات لا تزال تحت غشاوة الإهمال الحكومي حتى الآن ولكن تجريث ما تتحركات من قبل العديد من الأشخاص المجمدة أموالهم من أجل رفع الحجز عنها واستعدم اهتمام عراقي من الحكومات السابقة والحالية فهي غير جادة في استرداد هذه الأموال قضية قضائية قوانينها تخول صندوق استرداد الأموال ودائرة الاسترداد التي تشكلت عام 2011 في هيئة النزاهة العمل على استرجاعها واتخاذ الإجراءات اللازمة القانونية ولكنها فشلت في استرداد الأموال وبقيت الأموال مبعثرة في دول العالم ضحى عنبر الرشيد